في اليمن حيث تواصل طائرات التحالف استهداف المزيد من قيادات الحوثي من الصف الأول خاصة في العاصمة صنعاء استهداف قيادات الحوثي تم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومحددة موضعهم في حالة استنفار وتخبط عشرات المشرفين والقيادات الأمنية لميليشيا الحوثي قتلت في عدة تجمعات في صنعاء بغارات نفذتها طائرات التحالف بناء على معلومات استخباراتية دقيقة آخر الغارات استهدفت اجتماعا أمنيا في مبنى وزارة داخلية الإنقلابيين قتل فيه العشرات من قياداتهم الأمنية وذلك أثناء تلقيهم توجيهات لتأمين جنازة دفن القيادي صالح الصماد استهداف التحالف لمواقع قيادات الميليشيات يؤكد أنه ينجز بناء على معلومات استخباراتية من حيث التوقيت والأماكن من أبرز القيادات الحوثية الذي استهدفها التحالف في الفترة الأخيرة صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي منصور السعادي قائد القوات البحرية للإنقلابيين جارل الجعواني مسؤول قوات التدخل السريع اللواء ناصر القوبري رئيس العملية الساروخية وقائد جبهة الحدود العميد عبدالله الجبري قائد كتيبة المدفعية والصواريخ قتل إلى جانبه بغارة للتحالف خبراء صواريخ إيرانيين ومن حزب الله اللبناني ضيفالله رسام رئيس مجلس التلاحم القبلي الحثي خالد سيلان مسؤول الإمدادات والتسليح في البيضاء خالد المبارك المشرف العام على زراعة الألغام في الجوف أحمد الوهبي مسؤول التجنيد في البيضاء ومشرف جبهة السوادية العقيد أبو يحيى قائد محور جبهة علب في سعدة استهداف التحالف قيادات الحوث دفعها إلى أعلان حالة الارتباك والاستنفار الأمني في صنعاء ومدن أخرى مجاورة وشان حملت تفتيش واسعة بلغت حد منع دخول المركبات والشاحنات إلى العاصمة توني مزرعاني الحدث